من مواجهات عنيفة إلى حرب أشعلت السودان وحولته إلى انتقام عسكري بين الجيش والدعم السريع امتدت شضايا النيران إلى خارج الخرطوم بعد أن أعلنت الولايات المتحدة مقتل أمريكي واحد على الأقل جراء المعارك بين طرفين نزاع المسلح منظمة الهجرة الدولية أيضا أعلنت مقتل موظف لها في الخرطوم وهو رابع موظف للأمم المتحدة يلقى حتفه منذ اندلاع القتال بين جنود الجيش وعناصر الدعم السريع ومع ارتفاع حدة الاشتباكات التي لم تترك مدنيا سودانيا أو أجنبيا كما لم تترك مقر رسميا حكوميا أو خاصا تحركت قرارات الدول الإقليمية والغربية في الاستجابة لنداءات البعثات الدبلوماسية بالتنصيق مع طرفين نزاع لتأمين موظفيها ونقلهم إلى خارج السودان قوى الحرية والتغيير طالبت المجتمع الدولي بالتدخل السريع لما يحدث في الخرطوم ومناطق المواجهات الساخنة سيما بعد ان تبادل طرفين نزاع الاتهامات بشأن خرق الهدنة واستمرار آلة القتل بكل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والطيران العسكري وزارات الخارجية في دول عربية وغربية أعلنت عن تنفيذ خطط فورية لنقل مواطنيها الذين كانوا عالقين في السودان مراقبون يكشفوا عن احتمالية إثارة تدخلات خارجية بعد أن تهت بوصلة معرفة مستقبل المعارك المستمرة وفي ظل عدم تقبل أي من طرفين نزاع لمبدأ وقف إطلاق النار وهو ما يرجح السيناريو الأبرز المتمثل باستمرار حرب المدن الشديدة على الرغم من أن الضغط المتزايد من الولايات المتحدة والسعودية الأبرزين وغيرهما قد يؤدي إلى توقف قصير للإجلاء بحسب وسائل إعلام أمريكية والتي لفتت إلى أن القتال قد يتطور الأيام والأسابيع المقبلة سيما مع ما يحدث من قتل وتدمير للمواطني قبل المقيم ودون احترام لأدنى مواثيق حقوق الإنسان إذ يتصاعد دخان النزاع على السلطة مشهلا نيران أحرقت مستقبل السودان ولو في المستقبل القريبي على أقل تقدير